ويا هلا من لكم يوم جميل غرز النهاردة لذيذة قوي وفعليا تحب الالوان السلام عليكم زيكم عاملين ايه ان شاء الله ياربكموا بالف خير النهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض غرزة فعليا عنيقة جدا تقدري تشتغليها بعد ما تخلصي كل الغرز العدلة الموجودة معاكي تعملي مثلا كارديجان او اي سكاب او اي انياكم وترجع تنقوشي يعني اي حاجة قديمة عندك تقدري تجديديها بالغرزة دي وكمان تقدري تشتغليها من الصفر بنفس الاسلوب فحبت ان انتي تشتغليها كده او تشتغليها بالطريقة التانية اللي اتنين متحين وجمال جدا نقدر نخليها سادة ونقدر كمان نخليها منقوشة فيلا بنا نبدأ ونعرف ايه هي الغرزة بتاعتنا سلام عليكم زيكم عاملين ايه ان شاء الله ياربكموا بالف خير النهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض غرزة الفيزر استيتش غرزة الريش اتمنى اكون بانطق الاسم الانجليش صح؟ فيزر استيتش تقريبا كده ايه المهمة؟ بصوا الغرزة قدي ايه جميلة محدش يقولي ان هي شكلها وحش بجد طحفة هي شبه فروع الشجر شبه الريش هي بجميع الاحوال انا بالنسبالي شايفها فروع الشجر يعني مش هقولكم انا شايفها ريش بصراحة ولكن جميلة جدا وهي مستندة زي ما انتو شايفين على الغرزة العدلة وشوية تكتلات غرز فيلا بينا نعرف انزمها هنشتغل مع بعض بخيط لانا جلد والخيط ده بيصلح له قبر ضخمة طبعا مش قبر اربعة ونص ولكن هي المتوفرة معايا حاليا هنشتغل مع بعض بها بما ان الغرزة قيمة على الالوان فاي بوائي عندك زي كده هتصلح جدا فما ترميش البوائي استخدميها في الغرزة دي وهتطلع معاك غرزة ملهاش حل زي ما انتو شايفين اي بوائي خيط وحطيها في الغرزة دي وهتطلع طحفة بجد يعني انتو شبحتاجة كمية بكرس كتير قوي او مش عارف ايه لأ عادي ممكن تعملي اي بوائي عندك ولون اساسي تشتريه وخلاص على كده على الخمستاشر سلسلة وهبتدي معاكم الغرزة من ظهر السلاسل افضل دايما من الوش زي ما انتو شايفين الظهر اهو ده وش السلسلة باخد واخلي معايا على الابر بارتفع سلسلة وكل اتنين سلسلة مع بعض طبعا غرزة العدلة كتير يعرفها فالناس اللي عارفين الغرزة سلفا افتغلوا حوالي سبع اصفف او تمانية وبعدين ارجعوني كمان شرح هتلاقوه مفصل عن الغرزة دي موجود في صندوق الوصف الغرزة العدلة بكل بساطة ادي الغرزة كلها اهو بدخل كده فالنص وبسحب تمام؟ ادي السلسلة هدخل في نص السلسلة احنا متعوضين اخر الصفة باخد الاثنين سلسلة مع بعض هتنفع سلسلة تقدر تشتغلي صف غرزة حشب قبل ما تبدأ الغرزة دي صف غرزة مقلوبة غرزة بسيطة كل ده يفرد لك الغرزة دي قبل ما نبدأ الغرزة نفسها لان هي من الغرز السميكة واللي بتغل وفيها تفصيل كتيرة ولكنها من اكتر الغرز البيزيك والاساسية في الكرشي التنسي تنسي بالشكل ده زي ما انتو شايفين وكل مرة بنفس الطريقة وبنفس الاسلوب ودايما من الافضل نشتغل بقبر اضخم من رقم اربعة تمانية عشرة هتكون الغرزة معاك مرتاحة قوي وحلوة جدا بنفس الاسلوب كل مرة ادي السلسلة كلها اهو في فارق هنا مربع وفي فارق هنا مربع العمود ده نفسه بدخل كده في النص وبسحب بالطريقة دي بكون الغرزة العدلة بس كده بيش اي تفاصيل تانية اشتغلت كم صف بابرة رقم 6 غيرت رأيه طبعا من الابرة التانية وطبعا زي ما انتو شايفين بواقل خيوط دي هي اللي هتنفع معايا قوي في الموضوع ده فلو عندك اي حاجة من بواقل زي كده ما ترميهش اشتغل ثلاثة اربع غرز خمسة والستسة هبتدي فيها بلون مختلف اروح كده انزل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة تمام وادخل في قلب الغرزة كده واسحب وخلي معايا على الابرة كل مرة بقى هروح الغرزة اللي فوقيها الغرزة اللي فوقيها اللي فوقيها اللي فوقيها اللي فوقيها لحد ماوصل للصف اللي انا فيه ده حاليا اهو واخد برضو واسعب. بالطريقة دي على طول لحد مخلص كل السلاسل اللي ارتفاع اللي هم الستة اللي انا نزلتهم دول. بالشكل ده. شايفين? طبعا اهي. شايفنا? اخر غرزة. بعدين بعمل ايه? يا اما اعمل باديا يا اما اعمل بابرة تريكو. انا هوريكم الهاب ايدي وهوريكم الهاب ابرة تريكو وانتوا ايه? شوفوا المناسب لكم. بصوك كده. واطلع بالشكل ده. طيب ما ينفعش ابدأ من الاول لا. لان هو الطريقة دي هي اللي بتكولك اصلا شكل الريشة او الليفز الاوراق اللي احنا بنتكلم عليها. اهو. فكل واحدة كده بالتناوب. عن الايه اللي بعدها. اهو. شوفتو? بس كده. يعني ما فيش اي حاجة تانية. ولو حابين يا اما تنضفوا اول باول يا اما تمسكوا كده. تضحوا ربطانها. على اساس ان هي ما غطلعش منكم اثناء ما انتم شغالين. وبعد كده تبقوا تنضفوها براحتكم. وبنعمل ايه? ايوة. نرجع نستكمل الغرزة بتاعتنا. كده خلاص كل الغرز دي متاخدة. اروح. واعمل غرز. طبعا من مفروض. يعني الرتم الرتيب بتاع الغرزة دي ان احنا نشتغلها فوق بعضها بالزبط. دي حكاية غرزة كده. نشتغل بابلز فوق كم آآ فوق بابلز. بنفس التساوي بنفس الاسلوف. فدي مثلا عشان نشتغلها بنسيب خمسة من هنا. وعكده سبع غرز. ونرجع نبتدي في ريشة تانية او آآ ورقة شجر تانية. ونرجع برضو نسيب سبعة وهكذا. يعني بشكل ايه? بشكل رتيب شوية يعني. انا هعملها لكم بكل الاشكال. اتمنى انتم تكونوا آآ يعني خلقكم واسع كده. وتشتغلوا معي وتشوفوا الاختلافات. الاختلافات على فكرة مهمة جدا. خيط اهو. انا دمكتو. عشان ما يكونش رفايع قوي. لان طبعا الغرزة سميكة. والورق اللي انا بستخدمه ده سميك. فبردو هعمل ايه? هنزل. واحد. اتنين. تراتة. اربعة. خمسة. المرة دي. ودي السلسل. واسحب. خلي معي على الابر. بالشكل ده. اللي بعده. طبعا كل واحدة. وارح على طول على اللي فوقيها. ده الشكل التقليدي خلص للغرزة. وهو اللي احنا بنعمله حاليا. اللي من فوق. وبردو الغرزة اللي من فوقيها. واخر واحدة. زي ما انتم شايفين كده. باخد من رقم ستة. اطلع لرقم خمسة. اربعة. دلاتة. اتنين. واحد. لحد اللي انا الصف اللي انا فيه حاليا. تمام? وبعدين. وبعدين. بعدين بكل بساطة. باخد. اول اتنين. انا عملتهم. طبعا بما ان الخط مزدوج هنا هيكون شوية رخمة. بس على مين? احنا وراه برضه. اشك لده. شاهدو. وطبعا زي ما قلنا. الاطراف دي اما بتتنظف اول باول. اما بتتربط لحد ما تخلص. وارجع. اسحب. الاطراف الجانبية دايما خديها كده. من الافضل. وهتخلي شكل شغلك نظيف جدا. بعدين بنسحب كل اتنين مع بعض. طيب احنا عارفين في التبستري ان احنا ما ينفعش نسحب لون. لون المسلا اللي جاي ده اصفر. فلازم اسحبه باللون الاصفر. اللون اللي جاي ابيض. فلازم اسحبه بالابيض وهكذا. فالغرزة دي في السسناء شوية. لان الليفز دي او الريش ده داخل دخيل. يعني هو بس مجرد مظهر كده خارجي. فمش هيأثر خالص ان انا اسحب نفس لون الغرزة الاصلية او الاساسي. لان هوريكم في نهاية الفيديو طريقة تخليك تعملي الغرزة العدلة لوحدها كده. وبعدك ادخلي عليها ورق الشجر ده كده. بدون ما يكون غرزة في حد ذاته. زي ما قلت لكم في طريقة رتيبة للغرزة دي. وهي اللي احنا اشتغلناها حاليا. ايه بقى اللي بيخليها رتيبة? انه انا اعمل كمان سبع اصفف او خمس اصفف. وبتدي اعمل نفس ورق الشجر بنفس المسافات فوقيها على طول. بعد سبع اصفف. بالطريقة دي لحد ما بخلص الغرزة. يعني هي كده غرزتكم خلصت وتقدر تقفلوا الفيديو. ولكن انا حاب اعمل معاكم الغرزة دي باشكال مختلفة بحيس ان احنا ندخلها في وش بلوفر. ندخلها في ايس كاب. حتى لو حابين انتم ادخلها في كفية هتقدروا. فيلا بينا نعرف هنعمل ايه. اشتغل معاكم خمس اصفف ولكن مش هنشتغل الليفز دي بالطريقة الرتيبة دي. فيلا بينا. بصوا بقى في تركاية حلوة كده. زي ما انتو شايفين انا دلوقتي اما دخلت هنا. بصوا الغرزة مفتوحة ازاي. ده مش مميز ليا. فانا هعمل حيلة. بصوا. هدخل كده. واخد الغرزة بتاعتي. فكده بصوا. بيتقفلت وبقت غرزة عادية زيها زي دول. لكن لو سبتها بالطريقة دي هتكون مفتوحة شوية معي. وده مش مميز. هتلاقوا الغرزة طول الوقت كده فيها خروم. بعد ما نخلص فطبعا مش هيكون احلى حاجة او امياس حاجة. برضو نفس النظام. اهو. شايفين? يعني انا ممكن ادخل كده عادي في الغرزة. بس في احتمال كبير ان هي تفتح الغرزة زي ما انتم شايفين. فهنا هعمل كده. هدخل كده من ورا كده. فتبقى مقفولة كده زي ما انتم شايفين. اشتغلت كده صف. وتعالوا دلوقتي نعمل اوراق شجر في كل مرحلة. مش كم صف. ونشتغل اوراق شجر او ريش. ونرجع بعد كده نوقف ونرجع نشتغل تاني وهكذا. لا. هنشتغل طول الوقت بقى. خلاص. ودي طريقة اللي هي حلوة. اللي هي فيها حركة كده. وشكل للقماشة هنزل اتنين اربع ستة. وعند رقم سبعة. هل معنى ذلك انه لازم? لا مش لازم. انت عملي ورقة الشجر بالارتفاع اللي انت عايزها. كل ما تنزلي لتحت اكتر او تطلعي لفوق اكتر ورقة الشجر بتاعتك. هتكون يعني طولها. تمام? وحجمها. على حسب الخيط اللي انت بتستخدميه. على حسب اللي انت بتنزلي قد ايه غرز لتحت. تمام? طبعا مطي طريقة بابرة التريكو. بتتعمل و بتكون بسيطة جدا وسهلة. ولو ما عندي كيش استخدمي اديكي. ولو ما عندي كيش لدي ولا دي. استخدمي ابرة الكرشي العادية. تعال هنعملها معاكم بابرة الكرشي العادية. ولو انها شوية هتكون مزعبة. طبعا بشد كده عشان. عشان الورقة بتاعتي تكون مزبوطة. بالشكل ده كده. واكمل الصف بتاعي دي. تمام? لو حبا ان انا اعمل مسلا ارق شجر بشكل ثابت. ومسلا دي كده ايه? في زاوية تانية ودي فوقيها وهكزا. ولكن ممكن كمان نعمل الريشة دي او ورقة الشجر دي بميل. ازاي? يلا بينا نشوف. هجيب اللون اللفاندر ده المرة دي. وهنشتغل مع بعض. بصوا بقسة. ممكن تعملي الميل بتاع ورقة الشجر لهنا. او تعمليه من هنا. انتي. وطرقتك. وممكن تعمليه على حسب المسافة. يعني المسافة المرة دي بتقول ان انا مفروضة عمل ورقة الشجر بتاعتي من هنا. فهروح كده. ادي واحد. اتنين. تمام? هروح كده اشتغل من هنا. اتنين. وبعد كده. فوقهم اتنين. وفوقهم اتنين. لحد ما وصل الحتة دي. بس هنزل الاول. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. تمام? هروح هنا كده. واشتغل اول اتنين. يعتبر قبلها بصفين. بعدين. اه. الاتنين بس منين من هنا. من اللي قبلها. شايفين? ادي العمودة اهو. ادي العمود اللي قبلين. اخد منه اتنين. منع الارتفاع العادي بتاعي. اه. واحد. اتنين. وبعدين تبصوا. اخر اتنين في العمود التالت اللي هم هنا. ماشي. ادي برضو. واحد. وادي اخر غرزة. دي بقى هكون شوية سئيلة. بس برضو هناخدها. كده اخدنا كل الاوراق. بعدين نبتدي نعكس. اهو. ننزل بقى الوراق ده كله كده ونريحه. انما اعتبرها في ورزة شجر. يعني اسمها برزة الريش. بعدين. بشتغل باقي الصف بتاعي عادي. زي ما انتو شايفين هنا بقى اهو. نركز عشان لما بتكون بميل ممكن ننسى برزة. واحنا شجر. ملاحظين حاجة. على طول شكل واتجاه الليفز او ورق الشجر ده. على طول اختلف. ما بقى الشكل ورتيب كده ووقف زي المصدرها كده. لانه فعلا يعني. هو سواء ريش او ورق شجر. انتو عارفين انه بيكون لي ميل. فالمن الافضل دايما والاحلى ان احنا نعمل لي ميل. مش كل حاجة على اليوتيوب. يعني ناخدها زي ما هي. كتير او على اليوتيوب عاملين الغرزة دي. زي ما انتم شايفينها كده. عاملها زي البتاع كده ووقفة كده. لكن ممكن تتعمل بكزا شكل. تمام? هي الميل ده بيكون حلو لها. ممكن تعملي ميل تاني. ممكن تعمليها هنا في النص ما بين كل واحدة والتانية. يعني ممكن تعملي اشكال كتيرة. ممكن تعمليها تبعا البطرون لو انت لك كيف يعني. دايما اكون بعيدة عن الحفة. ليه بقى? على اساس انه الحفة دايما عمري ما يظهر عليها ورقة شجر من هنا من الاطراف. يعني ممكن تكون مسلا لو كفية برضه هتبعادي عن الاول طرف ده وتروحي في الطرف التاني. ولكن مش على الحفة بالصمت. لو انت مدخلها الغرزة دي كده خيل. يعني الريش ده او فروع الشجر دي مدخلها مثلا في بلوفر. انت حابة تجددي ودي هوريها لك في نهاية الفيديو ان شاء الله. ساعتها عادي. يعني ان انت تحطيها من عند القفل بتاع الخياطة. لكن برضو هي منطقية ما هيكون بعيدة. لان قفل الخياطة برضو خد او الغر منك اثناء تصنيع البلوفر نفسه. هيخد معاكم اللون الاصفر. وهشتغل ليفز تانية. وزي ما قلنا الميل ده ينفع يكون بالطريقة دي وينفع يكون عكس كده. فتعالوا نعمله عكس. هركع بالوقتي. طبعا دي اهي. اخر اتنين. ودي الاتنين اللي تحتها. ودي اتنين من تحت اهم. هشتغلهم الاول. اسحب. وخلي معايا على القبرة. بس انا من انزلتش قوي. لا ما عايزة انزل اكتر. ليه بقى? عشان الورقة لما يكون ليها ميلة تكون باينة قوي. فانا هعمل كده. هعد. هنزل انا هنا تحت. تمام? عند الغرزة السبعة مسلا. وطبعا مش حتما. يعني ممكن تنزلي اكتر كمان من كده. عادي. اه. اخد واحد. اتنين. اوكي? اخدت كده من دولة. اتنين. اطلع بقى على الاتنين اللي فوقيهم. تمام? اللي هم دول. واخدهم هم كمان. بس لازم اتأكد دايما ما انا شغالة بحيس انه اي? ما يحصلش معايا اي ضرب. ولازم بصوا عشان تكونوا فاهمين. يعني دي غرزة ودي جنبها. ما رحش تشتغل في اللي جنبها. لأ اللي فوقيها على طول. عشان تبقى فيه ميل. وقت نفسه فيه تناسق من الغرزة نفسها ان هي تبان كده وتبرز. اخر الغرزة دايما بتكون سئيلة لما بنعمل الورقة الشجر دي بميل. تمام? برضو. طبعا بابرة التريكو بتكون افضل بكتير يعني عشان اكون منطقية معاكم. ولكن زي ما انتم حابين. وبعدين استكمل باقي الغرز. اهو. وزي ما احنا عارفين لو الغرزة هتميل معايا وتتفتح. فيفضل ان انا ما اعملهاش بالطريقة دي. ولكن اتحايل اخدها بالطريقة دي كده. وادخل تاني واعمل ورزة عادلة. هتزبط معايا اكتر وهتكون شكلها احلى. شيخين الفرق دلوقتي ما بين التحت واللي هما فوق. واحدة بميل يمين واحدة بميل شمال واحدة زي ما هي وقفة كده. زي ما احنا عايزين. طيب انا وصلت المرحلة ان هنا مسلا ما فيش اي اماكن تانية فرقة لا من هنا كما ده من تحت ولا من الجوانب. فعمل ايه? هروح برضو اشتغل ثلاث اربع اصفف كمان. وابتدي بعدين اعمل ليفز او ريش من جديد. تمام? تيجو نجرب. يلا بين. لما حب اقفل الغرزة باشتغل بطريقة الغرزة واعمل منزلقة. انت مش قلت هتعلمين حاجة تاني. اه. بس هقفل الغرزة على اساس ان احنا كده تمام شطبنا. وهوريكو اخر تركاية ممكن تعمروها وتشتغلوا فيها الغرزة دي بدون اه. ما تكون اصلا موجودة. يعني هتعملوا ورق شجر على الهوى كده. وبدون ما يكون اصلا محتاجة ان انت تبني الغرزة من الاساس. افرد ان انت عندك بلوفر بالشكل ده وعايزها تقلي بيه. ممكن يكون رجالي وعايزة قلي بيه حريمي مثلا. او ان هو قديم وانت حابة تجدديه. فالحركة دي هتكون حلوة جدا للتجديد. حاجات القديمة اللي عندك. واتديها منظر كده وش هيك. وزي ما انتم شايفين اللي غرزة بتاعتنا اهي. حابة بقى اشتغل معاكم غرزة ريش. وانا اساسا ما عمديش اي حاجة ممكن اعمل بيها الغرزة التنامة هي خلصة انا كده. لأ عادي ينفع. ولكن استخدمي طبعا ابر غير ابر التنسي. لان ابر التنسي شوية بيكون ضخمة. وزي ما وردكم في الغرزة الاساسية. ادي انا عايزة اعملها بمي دي. فهي واحد اهو. اخد اتنين من هنا. تمام? مع كده اتنين من هنا. بالتناوب اهو. تمام? واطلع من فوق برضه اخد اتنين. ماشي? ادي اول اتنين. بصو باسحب اهو من ورا. طبعا باسحب للارتفاع اللي انا عاوزاه. يعني مسلا من هنا. او الاقل على حسن. وبعدين اللي فوقيها. برضو واحدة. وبعدين ايوة واحد اتنين. اه. واحد. اتنين. وبعدين برضو واحد اتنين. بيكون من منظر ده كده على الابرة. وبعدين اعمل زي ما كنت بعمل هنا. نعيد تاني. بص يا جميلة. اول حاجة عشان ما نتعبش نفسنا مثلا وعندي بواق خيط. فانا هعمل كده. واسحب دي. اهو. وعلى طول اعمل الحركة دي. فهتربط لي الورزة بتاعتي خلاص كده مش هتمشي في حد. وبعدين اتصرف بقى بحريتي. اه. هادي كرزتين. اه. هادي واحد اتنين. لازم بقى اطلع لحد اللي ارتفاع اللي انا عايزها. اوكي. بالشكل ده. بس انا كده يعني ايه قللت شوية في اللي ارتفاع. فلا اطول. اهو. بعدين واحد اتنين. شوفوا اللي اتنين اللي تحت اهو. في نفس المستوى. لأ اللي اتنين بقى اللي فوقيهم. طبعا من الصف اللي بعده. تمام? ادي اهو الصف اللي بعده ونفس المستوى. بصوا اللي قابليه. واطلع واحد اتنين. اتنين. تمام? فهمنا كده? اديهم كلهم. اهو. بعدين بطلع كده. من اول واحد. واللي قابليها. واللي قابلي قابلها. بالطريقة دي لحد ما نروح فين? عند اول غرزة اشتغلتها. بالشكل ده. تمام? طيب ما هو اصلا ان الخيط نافد من ورا. فانا بعمل ايه? بعمل الحركة دي. تمام? واروح فين بقى? ايوة. اهو. واخد دي. واروح ما رجعها ورا. بالشكل ده. طبعا بما ان الخيط رفيع هو مش هعملي ليفز يعني اه? اه سمينة كده هيعمل هالي رفيع زي ما شايفين? ولكن بقت بميلي امكان اكتر من دول كمان. وعندي تحكم فيها. ولو عندي اي حاجة قديمة هقدر ان انا اشتغلها. تعالوا نعمل هنا واحدة. على الحفة دي كده. ونختم مع بعض. اول حاجة تعلمناها عشان ما يطلعش مننا الخيط طول الوقت. اهو. نمسك كده. واخد الخيط. اسحب. تمام? بس اسحب مش اسحب بالطريقة دي. لأ. بصوا. شايفين? اهو. كده اتربطت. لما اجينا اشتغل اشتغل براحتي عادي. وهروح كده اخد اهم. الاتنين دول. تمام? ما اروحش بقى على نفس الاتنين في العمود اللي بعديهم. لأ. اروح على الاتنين اللي فوقيهم. دول برضو اهو. الاتنين اللي فوقيهم. فاهمني? العمود اللي قبلوه مهاجز. اي دي اهو. بصوا. عشان طبعا المادة بتاع الغرزة هنا. فانا اهو. شايفين اكتفعت الحد فين? وادي الغرزة اللي فوقيها. ما اروحش بقى هنا على الغرزة اللي جنبها على طول العمود اللي قابليها. لا اروح على الغرزة اللي فوقيها. انا بعمل حاجة. بشكل. وبعمل ميل. الاتنين مع بعض. اهو. تمام? العمود ده خلص. العمود اللي قابليها. اروح برضو هنا. لا غلط. هنا. تمام? الاتنين دول. اهو. بعدين. ايهو. طبعا بابرة التريكو. احلى. وهتطلع معاكي. اروح بكتير من الابرة. وصوابعك. عشان كمان التركيز على الصوابع بيتعب. بالشكل ده. شايفين? بعدين اعمل كده. اطلع كده من الورقة. وقبل ما تقع مني اهو. اروح على الغرزة. اخد الكمة دي. واطلع بيها لورقة. شايفين الجمال? ودولي بقى? ايه اللي يفرق دي? عن دول. طبعا ماريش حد بيكتغل غرزة ويقول لكم واو عليها ويرجع ينصفها بطريقة بسيطة. فدي كل المعلومات البسيطة اللي انتم محتاجين تعرفوها عن غرزة الريش او غرزة فروع الشجر زي ما تحبوا تسموها. غرزة انيقة جدا. تقدر بيها الملابس القديمة وتقدر تعمليها من الصف في قطعة تكون ولا اروع. وزي ما انتم شايفين النتيجة بتاعة الورقة الدخيل هي هي نفس النتيجة بتاعة الورقة اللي اشتغلناها من قلب الغرزة. وزي ما انتم شايفين بيكون في كعبشة كده من ورا. طبعا بنعمل تنظيف بكل الكعبشة دي بتروح مع ده. الشكل اللي انتم شايفينه ده. وشكلها في غرزة البطنية زي ما انتم شايفين سادة تماما. انا حبيت اننا نعملها سادة. ولكن هتلاقوا فيها الخط ده. الخط ده بقى لو اتقطع هيعمل مشكلة في البطنية. وهي دي غرزتنا النهاردة. غرزة الريش. او غرزة فروع الشجر. غرزة عميقة جدا. تقدر تشتغليها في الايس كاب. الكاردجان البطنية. حاجات كتيرة جدا. او تقدري كمان تجددي بيها الملابس القديمة. زي ما انتم شايفين غرزة ولا اروع جميلة قوي. وسهلة جدا. كده فيديو النهاردة يكون خلص. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة. واعملوا شير للفيديو لو في حد مهتم بالكروشي التنسي. وتواوني على الفيس والانستة لو حبيت. رمضان كريم مع السلامة. باي. اشتركوا في القناة.